اشتركوا في القناة كانت وقفة لأهالي طرابلس يوم خروجهم في مظاهرات ترفض التشكيلات المسلحة بجميع أنواعها ورجوع من هم ليسوا منها إلى مدنهم وكان الرد عليهم بالرصاص وسط المظاهرات السلمية التي انتهت بمجزرة غرغور التي وقعت في منطقة غرغور ومنها أصبح صوت الحق تحت فوهات البنادق آخرها تناخل بين هذه الميليشيات الخارجة عن القانون وسط الشوارع وفوق رؤوس الأبرياء ومفتيهم المعزول لا يزال يفتي خارج السرب دعوات منه للهجوم على مدن أخرى بحجة تحريرها من من يصيفهم بالطغة في حين طغة المال والسلاح لا يبعدون عنه إلا شبرا واحدا من مكانه لذلك ما يحدث ويحدث وسيحدث في طرابلس من صراعات بين هذه الميليشيات الغازية طبيعي جدا لأن طرابلس سقطت فعلا في أيدي مجموعات يتلاعب بها المال السياسي وبكونها ميليشيات للأجارة تميل كل مرة لمن يدفع أكثر وكل ميليشيا تضعف أو تقوى حسب قدراتها المالية أو حسب الداعم لها من الداخل أو الخارج حيث لثمت معنى للوطن لدى من خرج إذا الحظم مال السياسي والذين اختزلوا الوطن في النظام ثم في المصرف المركزي أما الحكومات المتصارعة في طرابلس فهي مجرد أدوات سياسية لهذه الميليشيات التي تحتاج إلى أموال لن تتدفق إلا عبر من يلعبون لعبة الشرعية ويستديرون عطف القوى الكبرى القوات المسلحة تقترب بصمت على مشارف العاصمة وتنتظر أوامر قيادة العامة للدخول إلى العاصمة طرابلس وحل هذه الميليشيات التي أحثت فيها الفساد في كل مكان لقناة ليبيا الحدث محمد العزومي اشتركوا في القناة